احتفل الشيف حسن بزفاف ابنه محمد في احتفالية ضخمة بإحدى فنادق القاهرة وبحضور عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع والشخصيات العامة ورجال الأعمال وأحيى الحفل محمود ليسي وبوسي وأوكا وكان من بين الحضور عدد من الشخصيات البارزة سكرتير عام حي الخليفة بالقاهرة واللواء أحمد فؤاد واللواء طارق اليمني والمستشار مجدي سلمان والإعلاميات إيمان رياض وبوسينة توكل ولمياء فهمي وفاجأة شيف حسن الحضور بأضخم طرطة لحفل الزفاف واللي كانت بتبلغ حوالي ثلاث أمطار على شكل قصر فخ وانتشرت فيديوهات وصور الزفاف على نطاق واسع وحرس المتابعين للشيف على تقديم التهاني وبيعد شيف حسن من أشهر مقدمي برامج المطبخ في مصر وهو متزوج ولديه ولد وبنت هما علياء ومحمد وبيمتد تاريخ الشيف حسن لعشرين سنة قدم من خلالهم برنامج من كل بلد أكله وبرنامج حلو يا حلو وبيقدم حاليا برنامج أهلا بستات ترجمة نانسي قنقر